اشتركوا في القناة وقد اصدرت اللجنة الوزارية بيانا ادانت واستنكرت فيه استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين وقيمها بمساندة الارهاب وتدريب الارهابيين وايوائهم واثارة الفتنة والنعارات الطائفية ومواصلة التصريحات المعادية على مختلف المستويات بغية زعزعة الامن والاستقرار فيها وتأسيسها لجماعات ارهابية بمملكة البحرين ممولة ومدربة من الحرس الثوري الايراني وذراعيه كتائب عصائب اهل الحق الارهابية وحزب الله الارهابي كما رحبت اللجنة بقرارات عدد من الدول بتصنيف ما يسمى بسرايا الاشتار الارهابية في مملكة البحرين والتي تتخذ من ايران مقرا لها كمنظمة ارهابية وعدد من اعضائها على قائمة الارهاب ويعكس هذا الموقف اصرار دول العالم على التصدي للارهاب على الصعيدين الاقليمي والدولي وكل من يقوم بدعمه او التحريض عليه او التعاطف معه ويمثل دعما لجهود مملكة البحرين والاجراءات التي تقوم بها في تعزيز الامن والاستقرار والسلم فيها واكدت اللجنة على اهمية التقرير المقدم من مملكة البحرين الى الدورة الواحدة والخمسين بعد المئة لمجلس جامعة الدول العربية حول التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2018 والذي يؤكد مواصلة ايران دعمها للارهاب واثارة الفتن لزعزعة الامن والاستقرار في المملكة بما يتنافى مع مبدأ حسن الجوار واحترام سيادة الدول واستقرارها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة والقانون الدولي واكدت اللجنة على دعم مملكة البحرين في كل ما تتخذه من اجراءات للحفاظ على امنها واستقرارها وادانت اللجنة الوزارية استمرار التدخلات الايرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكرت في ذات الوقت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الايرانيين ضد الدول العربية كما اعربت اللجنة عن قلقها البالغ ازاء ما تقوم به ايران من تأجيج مذهبي وطائفي في الدول العربية بما في ذلك دعمها وتسليحها للميليشيات الارهابية في بعض الدول العربية وما ينتج عن ذلك من فوضى وعدم استقرار في المنطقة يهدد الامن القومي العربي ويعيق الجهود الاقليمية والدولية لحل قضايا وازمات المنطقة بالطرق السلمية وطالبتها بالكف عن ذلك كما ادانت اللجنة استمرار ايران في تطوير برنامجها للصواريخ الباليستية وقيامها بتزويد ميليشي الحوث الارهابية بالصواريخ الايرانية ايرانية الصنع في استهداف المملكة العربية السعودية حيث قامت باطلاق اكثر من 200 صاروخ باليستي على عدد من المدن السعودية اشتركوا في القناة